اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول خمسة ابراج تكره الوحدة هل انت واحد منها يوجد العديد من الاشخاص الذين يكرهون التواجد لوحدهم اغلب الوقت وهناك العكس ويعتبر هذا طبيعي لكن ما لا نعلمه ان لذلك ارتباطا وثيقا بالنجوم والابراج اذ ان هناك خمسة ابراج غالبا ما تكره التواجد لوحدها تختلف طبيعة الاشخاص في كل شيء وخاصة عندما يتعلق الامر بقضاء الوقت بمفردهم او برغبتهم في التواصل الاجتماعي ولكن عندما يتعلق الامر بالابراج يقول المنجمون ان هناك البعض منهم يتميز بالاجتماعية كما ويحب التكلم بكثرة ورؤية الاصدقاء وان يكون نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي ومركز اهتمام لاي شخص يزدهر اولئك الاشخاص في الاماكن الاجتماعية ويتوقون للقاء اشخاص جدد لكن بالرغم من ذلك من المهم ايضا ان يتمهلوا وان يتعلموا قضاء بعض الوقت بمفردهم معظم الاشخاص حتى اولئك الاجتماعيين يحتاجون لقضاء الوقت بعيدا عن المناسبات الاجتماعية كما تقول علمة الفلك الشهيرة راشيل لانج ان قضاء الوقت بمفردك هو الشيء الوحيد الذي يمكنه اعطاءك المجال للتفكير بتقييم حياتك والتركيز على اولوياتك والتفكير في اهدافك واحلامك او تلبية احتياجاتك العاطفية التي لم تتم تلبيتها بعد كما انه سيساعدك على بناء المزيد من الاحساس الداخلي بالنفس ويعطيك القدرة على الاستماع الى توجيهاتك الداخلية كل هذا يصبح اكثر اهمية تقول لانج الابراج التي تتسم بالاجتماعية المفرطة تكون اكثر عرضة للتأثر بالاخرين ويمكن لهذا ان يجعلهم يتوقفون عن العمل الى ان يصبحوا اكثر تناغما مع الحدس الخاص بهم عادة تراجع عطارد هو وقت جيد لاغلب اولئك الاشخاص الذين سبق ذكرهم للقيام بذلك لانهم خلال الاسابيع الثلاثة التي يتراجع فيها عطارد يكونون تواقينا للعزلة ويظهر هذا من خلال قضائهم للوقت بمفردهم حتى لو لم يستطيعوا تقبل ذلك في البداية فهم قادرون على التناغم مع انفسهم مع الاخذ بكل ذلك في الحسبان في هذا الفيديو سوف نستعرض هنا اهم الابراج التي تفضل قضاء الوقت في الخارج والاختلاط اكثر بكثير من استمتاعها بالبقاء بمفردها اليكم مجموعة الابراج التي تكره الوحدة والعزلة في المرتبة الاولى على قائمة الابراج التي تكره الوحدة برج الجوزاء برج الجوزاء هو في قائمة الابراج الاجتماعية تقول لانغ يتحكم كوكب عطارد ببرج الجوزاء وهذا الكوكب هو كوكب الاتصالات والافكار ولهذا السبب مواليد هذا البرج يمكنهم التحدث مع اي شخص في اي موضوع كان وبما انهم يحبون صنع الاحاديث فانهم في اغلب الاحيان يبحثون عن المناسبات الاجتماعية تقول لانغ اصحاب برج الجوزاء لديهم المتعة بلقاء اشخاص جدد ويأخذون مجدهم من خلال المناسبات الاجتماعية هم ايضا يستمتعون بتبادل اطراف الحديث ان كانت مواضيع كبيرة ويملكون القدرة على صنع مواضيع صغيرة لذلك فهم متحدثون بارعون واستثنائيون ولكي يستطيع اصحاب هذا البرج من الاحساس والشعور بوجودهم الحقيقي فهم بحاجة للاجتماع بشكل دائم باشخاص جدد والانخراط في المناسبات الاجتماعية الضخمة وبدون اي وجود لعائلتهم او اصدقائهم او حتى للغرباء الذين يتحدثون معهم اصحاب برج الجوزاء يستطيعون بسهولة الشعور بالوحدة من مواليد هذا البرج انجلينا جولي مارليم مورو والرئيس الامريكي الراحل جون كيندي البرج الثاني على قائمة الابراج التي تكره الوحدة برج الاسد انه من غير الشائع لاصحاب برج الاسد ان يقضوا الوقت بمفردهم او ان يكونوا على الهامش برج الاسد محكوم من قبل الشمس وهي معروفة بانها اجمل جسم سماوي في نظامنا الشمسي وبمنطلق اخر يمكننا القول ان برج الاسد خلقا ليضيء اصحاب هذا البرج وجدوا دائما وهم محاطون بالاشخاص من حولهم ويرغمون بشكل دائم في البقاء ضمن مركز اهتمام الجميع حتى الاشخاص الخجولين من اصحاب هذا البرج يميلون على الدوام لكي يكون ظهورهم باي مكان طاغ على الاخرين على سبيل المثال عندما يتجولون في غرفة فان الاشخاص يلاحظون وجودهم وهذا يعني انهم مصدر للجذب والاعجاب اينما كانوا وهذا النوع من الاهتمام شائع ومعروف لدى مواليد هذا البرج ان اصحاب هذا البرج يميلون للحصول على هذا النوع من الاهتمام والانجذاب من قبل الاخرين ولهذا السبب مواليد برج الاسد يميلون للعمل الذي يصلط عليهم الضوء ويجعلهم مركز الاهمية والاعجاب لدى الاخرين من مواليد هذا البرج تامر حسني الذي يسعى دائما لان يكون من اوائل الفنانين والمشاهير ومادونا التي تمتلك كل صفات هذا البرج البرج الثالث على قائمة الابراج التي تكره الوحدة برج الميزان وهو واحد من اكثر الابراج الاجتماعية على الاطلاق هذا البرج محكوم من قبل فينيوس وهو معروف بالكوكب الاجتماعي والمغازل تأثير هذا الكوكب على اصحاب برج الميزان يمنحهم شعور طبيعي بالجاذبية وكنتيجة لذلك يكون مواليد هذا البرج سعداء بالحصول على الكثير من الاشخاص حولهم تميزهم الاجتماعي هذا يساعدهم في التواصل مع كل انواع البشر من حولهم وتقول لانغ بخصوص ذلك انه غالبا يستمتع اصحاب برج الميزان الرومانسيين والغير مرتبطين بالمناسبات الاجتماعية بحيث يمكنهم التعرف والتواصل مع اشخاص غير مرتبطين مثلهم ايضا اصحاب هذا البرج رائعون جدا في صنع الصداقات والحفاظ عليها لذلك مواليده لا يقللون التواصل او مقابلة الاشخاص اذا كانوا لا يريدون قضاء الوقت بمفردهم ومن مشاهير هذا البرج الزعيم الهندي المهاتما غاندي والفنان المصري عمرو دياب البرج الرابع على قائمة الابراج التي تكره الوحدة برج الجدي يكره اصحاب برج الجدي ذهاب منفردين الى المناسبات الاجتماعية ولكن مواليد هذا البرج لديهم دوافع مختلفة عن الابراج الاخرى حيث بخلاف غيرهم يفضلون الذهاب الى تلك المناسبات الاجتماعية التي تمكنهم من الاستفادة في حياتهم المهنية ان اصحاب برج الجدي سوف يكونون دائما موجودين في المناسبات الاجتماعية التي تمكنهم من التواصل مع الاشخاص اصحاب الاحتمالات المؤثرة في مجال عملهم كما انهم يحبون التواجد في حفلات جمع التبرعات او في المناسبات اصحاب هذا البرج يميلون الى ان يروا من قبل الاخرين وخاصة اذا كان في هذه المناسبات الاجتماعية نوع من التواصل الذي ارغبه مواليد هذا البرج من مشاهير هذا البرج محمد علي كلاي والقائد المصري جمال عبد الناصر البرج الخامس والاخير على قائمة الابراج التي تكره الوحدة برج الدلو اصحاب هذا البرج خلقوا للتواصل وللتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ولهذا السبب فاننا نراهم يفضلون الخروج والحديث مع الاشخاص عبضا عن بقائهم بمفردهم ان برج الدلو هو برج هوائي ولهذا السبب اصحابه يحبون مشاركة الافكار والمعلومات وبالرغم من ذلك فان هذا البرج يمتلك شيئا مماثلا لبرج الجدي وهو ان اصحابه ميالون لوجود دافع اعلى من مجرد حديث عابر في تواصلهم الاجتماعي اننا نجد مواليد هذا البرج في المناسبات الاجتماعية التي تحتوي على اهداف مثل جمع التبرعات السياسية او حفلات المتطوعين ان اصحاب هذا البرج يبقون الصورة الاعظم لاي شيء بداخلهم ويعني هذا انهم يبحثون عن طرق للمشاركة واحداث الفرق خارج روتين المجموعات الموجودين فيها وعندما يكون لديهم حتى ولو دقيقة فراغ سوف نجدهم يحاولون انجاز المهام واجعلها على اكمل وجه من مشاهير هذا البرج المذيع العالمية اوبرا وينفري والفنانة الشهيرة شاكيرة وبالرغم من الحديث عن نشاط تلك الابراج فهذا لا يعني ان اصحابها لا يستطيعون ايجاد وقت للاسترخاء او انهم لا يقضون وقتا جميلا بمفردهم من حين الى اخر في النهاية بغض النظر عن الابراج يمكن لأي شخص من اي برج كان ان يستفيد من اي لحظة عرضية ليجعلها لحظة راحة له وان يعيد شحن طاقاته لينعكس ذلك على يومه كانت هذه جولتنا مع الابراج الاجتماعية التي تكره العزلة والوحدة قدمناها لكم من قناة ريوش تيفي اكتبوا لنا في التعليقات الى اي برج من الابراج تنتمون وهل انتم واحدا من هذه الابراج التي ذكرت في الفيديو اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الاعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها اما اذا اردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامك الان اشتركوا في القناة